لكن فكرة التجسد هل الله يحتاج أن يتخذ جسد عشان يعمل شيء معين؟ الله لا يحتاج نحن نحتاج الدافع الوحيد لله للتجسد هو حبه لنا رقم واحد أهداف التجسد رقم واحد لإعلان الله لنا ليعلن لنا رقم اثنين ليتحد بنا رقم ثلاثة ليحل مشكلة لا طاقة لنا بها وهي مشكلة الخطيئة التي تحتاج إلى كفارة غير محدودة رقم أربعة إذا كنا نتكلم في حدف التجسد في عدو لله وللإنسان دخل إلى البشرية وسبب أذى رهيب بسببنا وهو دخول الخطيئة والشيطان والموت وحل مشكلة الخطيئة والشيطان والموت ليس لها حل قانوني إلى من خلال التجسد عشان كده إذا حبنا نتكلم عن أهداف التجسد فهي أهداف كثيرة رقم واحد الله يصر أن يعلن عن ذاته لنا لأن الله يريد أن يكون في علاقة معنا كيف تريد أن أكون كيف يا أسيس نظار إذا كنت أريد أن أكون في علاقة معك لازم أعرفك من أنا لازم أعرفك من أنا إذا أخفيت نفسي عنك معناها عايزة تكون في علاقة معك لا أبا هو يعني الرد أو دائما بيدعو أن الله مش محتاج للإنسان فإذا ما فيش داعي للشرك مع الإنسان لا شك الله مش محتاج للإنسان لكن الله ليس عنده احتياج لأنه كامل في ذاته لكن الله يعلن عن ذاته لنا ليس لأنه محتاج نحن المحتاجين نحن محتاجين الله لكن لمحبة الله اللي عاوز يعني أصله بالفكرة اللي حكيتها نعم أنه خطية الإنسان أو خطية آدم ما كانتش مفاجئة للرب لأنه الرب مدبر الفداء نعم في فكره الأزلي يعني هاي الإشكال الصعب لوحد يفهمه نعم محبة الله نعم لأن الله يحب الله يحب فلأنه عايز يحب عايز يكون في علاقة معي ولأنه عشان يكون في علاقة معي لازم يعلن عن نفسه لي لأنه كيف أكون في علاقة معي وهو خفي لا يمكن أن تبنى علاقة صحيحة وفي واحد خفي واحد لكن القول عادة الله قال كن فيكون مش هو القادر على كل شيء فيش داعي للتجسد يعني الخلق يقدر لكن إن شاء علاقة بينه وبين الإنسان تمام تستلزم التجسد ليعلن عن ذاته لأنها الفكرة الأساسية الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا رأينا مجده رأينا مجده فالفكرة أريد أن أعرف الله أريد أن أعرف الله الله أعلن عن ذاته في الخليقة بس ده أعلان جزئي وعلن عن ذاته في الأنبياء بس ده أعلان جزئي أعلان جزئي ما أقدرش أعرف الله معرفة واضحة من خلال الخليقة من خلال الأنبياء من خلال النموس في العهد القديم الحل الكامل لأن الله عشان يعلن عن ذاته أن الله يأتي بنفسه مكتوب الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر خبر بالتجسد خبر بالتجسد نعم لو لم يتجسد الله كيف أعرفه المسيح قال من رآني فقد رأى الآب نعم يعني برضو عم بيعكس طبيعة وجوهر الله نعم نعم محمد عمز 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 اشتركوا في القناة